السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم أحبتي في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الخامس الأساسي فأهلاً ومرحباً بكم ودرسنا لهذا اليوم هو درس الكتابة بعنوان همزة الوصل والقط فلنبدأ على بركة الله أولاً عزيزي الطالب نتعرف إلى الهمزة الأولية في بداية الكلمة ما اسمها؟ تسمى الهمزة في بداية الكلمة همزة الوصل أو همزة القط إذن سنتعرف الآن إلى معنى همزة الوصل وهمزة القط همزة الوصل عزيزي الطالب هي الهمزة التي تكتب وتلفظ في أول كلام ولا تلفظ في أثنائه أما همزة القط فهي الهمزة التي تكتب وتلفظ في أول كلام وفي أثنائه حتى نتميز هذه المعاني علينا أن نتابع ما يلي همزة الوصل أماكن همزة الوصل عزيزي الطالب في الأسماء أما أماكن همزة الوصل في الأسماء فهي توجد في سبعة أسماء في اللغة العربية وهذه الأسماء عزيزي الطالب هي عليك حفظها وهي إمرئ إمرأة إبن إبنة إثنان إثنتان واسم إذن هذه سبعة أسماء في اللغة العربية همزتها همزة وصل عليك أن تقوم عزيزي الطالب بحفظها وأيضا هناك همزة الوصل تكون في أمر الفعل الماضي الثلاثي والفعل الماضي الثلاثي هو الذي يتكون من ثلاثة حروف الأمر منه همزته همزة وصل انظر عزيزي الطالب إلى هذه الأمثلة سبق نجح ضرب بكى كلها أفعال ماضية ثلاثية الأمر منها همزته همزة وصل انظر عزيزي الطالب سبق إسبق نجح إنجح ضرب الضرب بكى إبكي إذن هذه هي همزتها همزة وصل أيضا تكون همزة الوصل عزيز الطالب في الأفعال الخماسية والسداسية انظر إلى الأمثلة الآتية في الفعل الماضي الخماسي استبقى اهتدى انتفضى هذه أفعال خماسية همزتها همزة وصل الأمر منها عزيز الطالب أيضا همزته همزة وصل والمصدر منها أيضا همزته همزة وصل أقول استبقى الماضي الأمر منه استبق والمصدر منه استباق الهمزة هنا في كليهما همزة وصل اهتدى الماضي الخماسي الأمر منه اهتدي المصدر منه اهتداء وأيضا هنا همزتها همزة وصل الفعل انتفض الأمر منه انتفض والمصدر منه انتفاض أيضا هنا همزتها همزة وصل أما الأفعال السداسية الآتية فهي استقبل استأنس استقل أيضا همزتها همزة وصل في الماضي والأمر منها أيضا همزته همزة وصل والمصدر منها أيضا عزيز الطالب همزته همزة وصل انظر إلى الكلمات إذن جميعها في هذه الأفعال السداسية أيضا همزتها همزة وصل سواء كان ماضيا سداسيا أو الأمر من السداسي أو المصدر من هذا الفعل السداسي إذن عزيز الطالب أيضا هنا همزتها همزة وصل والآن عزيز الطالب لننتقل لنتعرف إلى همزة القط همزة القطع عزيز الطالب توجد في كل الأسماء التي لم توجد فيها همزة الوصل وكالأمثلة الآتية كما في أسامة أحمد أمجد إذن في بدايتها هنا جميعها نقول أنها همزة قطع وليس همزة وصل انظر عزيز الطالب أماكن همزة القطع الأخرى همزة القطع تكون في بداية الكلمة وتكون فوق الألف أو تحتها تكون فوق الألف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة وتكون تحت الألف إذا كانت مكسورة وكما قلنا إننا نشبه الهمزة هنا كأنها قبعة هذه القبعة إما أن ترتديها الألف فوقها أو تضعها تحتها بعيدا عن أشعة الشمس وعن الغبار فإذا كانت حركتها الكسر عزيز الطالب توضع الهمزة أسفل منها أسفل القبعة أيضا وتضع أسفل السطر حيث مقر الكسر المفضل تحت السطر حيث تستضل بالسطر عن أشعة الشمس وعن الأترب كما في الأمثلة التالية عزيز الطالب إشراق إيثار إسهام إذا إلى إذا هناك أمثلة عديدة توضعت الهمزة فيها تحت الألف وتكون مكسورة أما إذا كانت مضمومة أو مفتوحة الآن توضع الهمزة فوق الألف وتكون الضمة والفتحة فوقها كما في الأمثلة الآتية أسس أكل أم أحمد إذا أحمد أمل إذن هنا توضع الهمزة فوق الألف وتكون الفتحة والضمة فوقها والآن عزيز الطالب أيضا توجد همزة القطع في الأفعال الثلاثية والرباعية والمضارع منها والأمر والمصدر أما في الأفعال الثلاثية كما في أخذ أكل أمر الهمزة في أول هذه الأفعال الثلاثية أخذ هي همزة قطع وأكل أيضا همزة قطع وأمر أيضا همزة قطع وقلنا أفعال ثلاثية أي أنها تتكون من ثلاثة حروف أما الأفعال الرباعية فهي تتكون من أربعة أحرف الماضي منها من أربعة أحرف والمضارع منها كذلك والأمر منها أما المصدر أيضا يكون همزته همزة قط فنقول في الأفعال الكرامة فعل ماضي رباعي المضارع منه أكرم أيضا الهمزة فيها همزة قط الأمر منه أكرم أيضا همزتها همزة قط والمصدر منه إكرام أيضا هنا الهمزة همزة قط كما في أيضا الأمثلة الآتية أنعم وأنزل أنعم 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 أنزل 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 فجميعها عزيز الطالب هي همزة قط إذن عزيز الطالب الهمزة في الأسماء التي لم توجد فيها همزة وصلا إذن هي همزة قط كما في أسامة وأحمد أيضا الهمزة في الأفعال الثلاثية هي همزة قط كما في أخذ وأكل وأمر الهمزة في الأفعال الرباعية ومضارعها والأمر منها والمصدر منها أيضا هي همزة قط أيضا عزيز الطالب الآن سنتعرف كيف نميز بين همزة الوصل وهمزة القط وما الفرق بينهما عزيز الطالب همزة الوصل تكون في بداية الكلمة وأيضا همزة القط تكون في بداية الكلمة همزة الوصل تنطق في ابتداء الكلام ولا تنطق عند وصله بما قبله على العكس تماما من همزة القط فإنها أيضا تنطق في بابتداء الكلام وتنطق عند وصله بما قبله إذن هنا همزة القط تنطق في البداية وعند الوصل بما قبله أما همزة الوصل فتنطق في البداية ولا تنطق إذا وصلناها بما قبلها همزة الوصل ساكنة في الأصل وتحرك إذا نطقنا بها في بداية الكلام أما همزة القطع فدائما متحركة سواء بالفتح أو الضم أو الكسر في ابتداء الكلام أو في وصله ولنميز هذا الفرق انظر عزيز الطالب إلى هذه الأمثلة حتى نستطيع أن نميز عزيز الطالب بين همزة الوصل وهمزة القطع كما تعلمت في الصفوف السابقة نضع قبل الكلمة حرف الفائي أو حرف الواوي ثم ننطق بها فإذا نطقناها كانت همزة قطع وإن لم ننطقها تكون همزة وصل انظر إلى الأمثلة في القائمة الأولى اعتدل الماء انتصر استقر اقرأ ابن هذه كلمات سنضع أمامها حرف الواوي أو الفاء وننظر هل ننطق الهمزة أم لا ننطقها فإن نطقناها تكون همزة قطع وإن لم ننطقها تكون همزة وصل انظر إلى الكلمة الأولى اعتدل سنضع الآن حرف الواوي أمامها وننطقها فنقول واعتدل واعتدل إذن هنا أنا لم أنطق الهمزة فاعتدل أيضا لم أنطق الهمزة إذن هنا همزتها همزة وصل أيضا كلمة الماء فالماء والماء أيضا أنا هنا لم أنطق الهمزة إذن هي همزة وصل أيضا الفعل انتصر وانتصر فانتصر وكأنني قد قفزت إلى حرف النون مباشرة فلم أنطق الهمزة إذن أيضا هنا الهمزة وهمزة وصل أيضا الفعل استقر فاستقر واستقر أيضا كأنني وصلت الفاء بالسين مباشرة وإذن هي همزة وصل لأنني لم أنطق الهمزة وقرأ فقرأ أيضا هنا الهمزة همزة وصل لأنني لم ألفظها كلمة أيضا ابن فابن وابن أيضا هنا الهمزة همزة وصل إذن عزيز الطالب إذا وضعت حرف الواو أو الفاء أمام الكلمة ولم أنطق بالهمزة تكون الهمزة همزة وصل انظر إلى المجموعة التالية عزيز الطالب الكلمات الرسل أخذ أشار إبراهيم أسماء وإسماعيل هذه كلمات أيضا سنضع أمامها همزة الوصل أو القطع ونلاحظ هل ننطقها أم لا ننطقها إذا نطقناها تكون همزة قطع وإن لم ننطقها تكون همزة وصل لنبدأ الآن والرسالة فأرسالة هل نطقناها نعم أحسنت عزيز الطالب لقد نطقنا هذه الحمزة إذن هي همزة قطع إذن لننتقل إلى الفعل أخذ فأخذ وأخذ إذن أيضا نطقناها فهي همزة قطع أشار وأشار فأشار أيضا هنا الهمزة وهمزة قطع لأننا نطقناها كلمة إبراهيم فإبراهيم وإبراهيم أيضا هنا نطقنا الهمزة إذن هي همزة قطع كلمة أسماء وأسماء فأسماء أيضا هنا الهمزة وهمزة قطع إسماعيل فإسماعيل وإسماعيل أيضا نطقنا الهمزة إذن تلاحظ عزيز الطالب أننا في جميع هذه الكلمات قد نطقنا الهمزة عند وصلها بما قبلها وإذا نطقنا بها بدون وصل فإذن هنا الهمزة وهمزة قطع إذن عزيز الطالب همزة الوصل هي همزة تكتب في بداية الكلمة تنطق إذا نطقناها في بداية الكلمة وإذا وصلناها بما قبلها لا تنطق إذن هذه همزة وصل أما همزة القطع فتنطق إذا وصلناها بما قبلها وإذا لم نصلها بما قبلها فهي ننطقها فتكون همزة قط والآن عزيز الطالب لنبدأ بحل التدريبات افتح عزيز الطالب معي كتابك على التدريبات لنبدأ بالحل التدريبات السؤال الأول ميز همزة الوصل من همزة القطع في الكلمات التي تحتها خط في الجمال الآتية الفرع أرف الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر عزيز الطالب إلى الكلمتين الحسن والحسين هنا الحسن والحسين الهمزة فيهما هي همزة وصل الفرعباء كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف انظر عزيز الطالب للكلمات أبو وأكثر هذه الكلمات نطقنا فيها الهمزة إذن هي همزة قطع أما الكلمات الصحابة الشريف فإننا لم ننطق بها الهمزة لأنني لو وضعت أمامها حرف الواو والفاء فإنني لا أنطقها والصحابة والشريف إذن لم أنطق الهمزة إذن هي همزة وصل الفرعجيم أمامة بنت أبي العاص حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أميز الهمزة في كلمة أمامة وكلمة أبي وكلمة ألعاص سأضع أمامها حرف الفاء أو الواو وأمامة فأمامة إذن نطقتها إذن هي همزة قطع بنت أبي أبي وأبي فأبي إذن نطقتها إذن هي همزة قطع أما كلمة العاص فأقول والعاص فالعاص لم أنطق الهمزة إذن هي همزة وصل لننتقل عزيز الطالب إلى السؤال التالي املأ الفراغ بالهمزة المناسبة همزة القطع أو همزة الوصل فيما يأتي الجملة الأولى أكمل أكمل حل المسألة يا عماد أكمل هنا الأمر من الفعل الثلاثي أكمل إذن أكمل هنا الهمزة فيها همزة قطع وأكمل فأكمل في الحقل في الحقل شجرتان اثنتان شجرتان اثنتان في الحقل شجرتان اثنتان وقلنا كلمة اثنتان واثنان أو اثنين هي من الكلمات التي فيها الهمزة همزة وصل أحب وطني أحب الثلاثي هنا إذن الفعل الثلاثي همزته همزة قطع سألت الولد عن اسمه اسمه من الكلمات التي تأتي فيها الهمزة همزة وصل أشكر لك عزيز الطالب حسن متابعتك وإلى اللقاء الآخر الذي يجمعنا مع الإمناء أشكر لك متابعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته